عارفين الحلوة ايه في القصة دي؟ كنت لسه بتكلم مع بعض الاصدقاء النهاردة النهاردة السبت هنتكلم لحد يوم الاربع احنا هنا وعى السوشال ميديا وفي الصحافة وفي الاعلام فكل حد هنوعد نتكلم بقى على تحط يدك في جيبك كده وتقول الاهل يكوف ايه وتقول ريال مدريد نقاط ضعف وفين وزاي الاهل يهاجم من ناحية فينسيوس من ظهر فينسيوس طيب ازاي مثلا مودريتش وكروس أليو دينج وحمد فاتح يتعاملوا معاهم أصل بنزيمة جامد جدا بس مع محمد عمنا ومحمود متولي حلوين فاهم انت فاهم حلاوة الكلام انت فاهم حلاوة الكلام انت فاهم الفكرة انت بتتحدث عن ريال مدريد فنيا والنادي الاهل رايح يواجهه عادي كده احنا عادينا هو في القاهرة ريال مدريد يا ترى يا هل ترى يا سيد يا فاضل ما هي نقاط قوة ريال مدريد ونقاط ضعفه ما بالمناسبة يعني عشان ملشى محدش يهزر او يفتكي الموضوع في اسكاط اي فريج في العالم عنده نقاط ضعف اي فريج في العالم يعني اه فيه فريج كبير بين الكرة في اوروبا والكرة في افريقيا بين ريال مدريد والنادي الاهلي عشان حجم المنافسات اللي بيلعب فيها ريال مدريد كل ده مفهوم مفهوم بس حضرتك احنا النهاردة قاعدين وهنقعد نحلل ازاي نتعامل مع هزي المواجهة يعني الاهلي بيصنع التاريخ في المغرب وبيدخلنا مع التاريخ بيدخلنا كلنا مع التاريخ شفت حلاوة اكتر من كده شفت عظمة اكتر من كده عادات النادي الاهلي مش غريبة يعني مش غريبة باي